بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا في مسارتنا في تعاملنا وفي دعمنا لأصحاب السعادة أصحاب السعادة المقبلين على الزواج وأصحاب السعادة المقبلين على التجديد الزواج وإحنا مشينا معهم رحلة طويلة في شيء أنا أظن أنه هو يجب أن الناس تعممه وتعيش به وتتعامل به وتهتاني به شوية جدا جدا وهو مسألة التمهير الزواجي أو المهارات الزواجية زي ما فيه تمهير يعني الواحد بيدفع مهر كمان لازم يدفع كمان وقف وقف أنه يبقى عنده مهارات زواجية قبل الجواز وده شيء مهم جدا 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 إحنا الأسبوع اللي فات في مسارتنا في المهارات الزواجية كلمناكم عن مهارة مهمة جدا وهي مهارة تحديد المعايير الزواجية عشان أنا عارفين كويس إن احنا قلنا إن في أول الجواز بيبقى فيه تحديين مشهورين أو التحدي الأولاني من المعايير وهي من الميزان وقلنا إن دي مهارة مهمة جدا جدا عشان الزواجية تجد ناجح ومبني على أصول تقلل من وجود الخلافات والنهار دا هنكمل معاكم هنكمل معاكم ونتكلم عن مهارة هنحتاجها لو حصل في خلاف لإني محدش مفترض إن الجواز طول الوقت وتول ساعات زماننا وإحنا في الجواز هنكون متوفقين يعني إيه هنكون متوفقين؟ يعني محدش أنا هنكون متوفقين لكن أهم حاجة إن احنا نكون متوفقين يعني إيه مش هنبقى زي بعض لكن إذا حصل خلاف نعمل إيه تيجي بقى المهارة المهمة هنا وهي مهارة الحوار حول النقاط الخلافية بطبيعة الحال ممكن يحصل خلاف من بين الزوجين على بعض النقاط في حياتهم الزوجية أو حتى في حياتهم الثقافية حتى ولو كانوا مثقفين حتى لو كانوا متفقين حتى لو كان عندهم معايير حددوها برضو ممكن يقع بينهم خلاف لأن دي طبيعة الحياة لكن ما فيش شيء في الحياة تحت السيطرة التامة وطبع الحياة التغيير والتقلب فممكن يحصل إن تنشأ نقاط خلافية ما بين الزوجين عشان كده إحنا محتاجين نعرف عن أعمل إيه لو حد حصل بينه وبين زوجه خلاف وهندير المسألة دي إزاي لازم نعرف إن الخلاف لا يقتضي إن حد يثبت صحة موقفه وإن تفكيره هو الأحسن وهو الأكثر منطقية وينتصل لنفسه مش هو ذات التصرف الصحيح إن احنا كل واحد فينا يثبت إن هو الأفضل تفكيرا وإن هو تفكيره هو اللي بيودي الصواب وإن هو الأكثر منطقية مش هو ده الموقف اللي لازم نعمله لإن ده أكثر شيء ممكن يزود من حد الخلاف يعني بلاش فكرة البحث عن المخطئ خلي بالك إن إحنا لما بيحصل خلاف زواجي أول حاجة بننبه عليها بننبه الناس ما نسألش مين المخطئ لإن لو سألنا مين المخطئ كل واحد عيطلع الطرف الآخر هو المخطئ ويحاول يثبت إن الطرف الأفضل اللي عمره ما بيغلط هو طبعا كل واحد فيه ما يثبت إن هو الطرف الأفضل اللي عمره ما بيغلط وده يولد شعور في قلب شريك حياته إنه هو بيعتبره خصم ليه وعايز ينتصر عليه مش بس كده وعايز يشوهه ويوسمه بإن هو إنسان تفكيره مش مناسب أو ما عندهش أخلاق ويبقى هنا شعور تاني إنك مش فارق معايا ومش فارق معايا نفسيتك ومش عايز ترحمه ولا ترحم قلبه اللي هو موجوع من الخلاف اللي موجود بينك عشان كده هنلاقي إن من النصايح أبو الأسود الدوء دي الفقيه والشاعر واضع من نحو لبنته في يوم زفافة يا بنياتي إن الأمهات يؤدبنا البنات وإن أمك ماتت وأنت صغيرة يعني إيه اللي حاصل أني أنا اللي هؤم بالمهمة دي يعني هو أبي عايز يقول لها إيه والدتك ماتت قبل ما تيجي لحظة زواجك عشان تنصحك فأنا عامل كده يا بنياتي إياك وكثرة العتاب فإنها قطيعة للود وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل وعليك بالطيب وأطيب الطيب الماء وكوني لزوجك أمة يكن لك عبدا وكوني كما قلت لأمك في بعض الأحيين خذ العفو مني تستديم مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه إيه بقى إيه اللي حاصل إيه بقى هو نصحة بجملة من النصائح ثم قال فإنك لا تريدين فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكسر الشكوى فتذهب بالهوى وإيه ويتني ويؤنبه قلبي والقلوب تقلب فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب إيه دا يعني لها إيه لو إني فضل العتاب فضلت الطريقة دي الحب هيروح ومش يفضل مع العتاب والأذى النصيحة دي بتجمع جملة من الرسائل عشان نتجنب الخلاف زي مثلا نمتنع عن كسرة الشكوى والعتاب والغيرة الزايدة ونصايح لكسب الود والزواج زي التزين والطاعة والعفو الكلام دا كلام مهم لأن إيه كنا الناس بيعملوه وهم راضيين زمان ترجمة نانسي قنقر